أعلنت المملكة العربية السعودية الشهر الماضي أنها خفضت العجزة في الموازنة من 367 مليار ريال عام 2015 إلى 297 مليار ريال عام 2016 كما نشرت خطة جديدة لتخفيض العجز إلى 198 مليار ريال العام الجاري وهدف المملكة العربية السعودية بالقضاء على العجز الذي سببه انخفاض أسعار النفط يبدو ممكنا بحسب ما أكده صندوق النقد الدولي الذي أثنى على خطة الموازنة في المملكة الاقتصاد السعودي ركن أساسي بالاقتصاد العالمي واضح هذا الشيء من وجود السعودي كعضو بالجي 20 هذا لا نهديه ولا صدفي ولا عمل سياسي هذا وجود اقتصادي مؤثر في العالم واضح من حجم الاقتصاد السعودي وتأثيره الاقتصاد السعودي مربوط عضويا بكل الاقتصاد العالمي تقريبا من كل نواحي وأكد مدير بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة العربية السعودية أن خطط المملكة بالإجمال تتماشى مع توصيات الصندوق وكانت المملكة العربية السعودية وضعت للمرة الأولى دليلا مفصلا للإنفاق وتحقيق عائدات جديدة خلال الفترة القادمة وإرشادات الإنفاق على المدى المتوسط على غاية الأهمية للحد من القلق في القطاع الخاص والأسواق العالمية بسبب انقفاض أسعار النفط الاقتصاد السعودي مر بفترة متقلبة مع تقلبات أسعار النفط ولكن الخطط التي أعلنتها المملكة العربية السعودية هي خطط واعدة وانكماش قطاع النفط في المملكة سيقابله انتعاش القطاعات الأخرى الغير معتمدة على النفط ضمن خططها 2030 وكل هذه الخطط برأي كفيلة بالقضايا على العجز خلال السنوات القادمة وكانت الرياض وافقت على خفض إنتاج النفط بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الدول الأخرى المنتجة للنفط في العالم والذي سيؤدي إلى انكماش قطاع النفط في المملكة ومن المتوقع أن يحقق النمو الاقتصادي خارج قطاع النفط في المملكة ارتفاعا قدره 2% العام الجاري المعنيون يؤمنون أن خطة المملكة العربية السعودية للقضاء على العجز بحلول عام 2020 تبدو ممكنة الخطة وضعت والتحدي الآن يكمن في تنفيذ هذه الخطة دانيا إرشيد الإخبارية لندن